أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون تعرض قواتها في العراق وسوريا إلى 23 هجوماً وذلك منذ السابع عشر من أكتوبر تشرين الأول الجاري مسؤول في البنتاجون قال إن القوات الأمريكية تعرضت إلى 14 هجوماً في العراق وتسعة في سوريا وذلك بالمسيرات والصواريخ وتم إحباط معظمها لافتاً إلى أن الهجوم على منشآت إيرانية في سوريا كان دقيقاً وستواصل واشنطن الرد على أي هجوم تتعرض له قواتها وأضاف أن بلاده أظهرت لإيران أنها على استعداد لاستخدام القوة وأنها تحتفظ بهذا الحق وستقوم بذلك كل مرة عندما يقرر الرئيس جو بايدين ذلك منوهاً إلى أن هدف إيران الاستراتيجي إخراج القوات الأمريكية من المنطقة لكن واشنطن حافظت على عشرات الآلاف من قواتها في جميع أنحاء المنطقة لعقوداً من الزمن موسيقى